اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 فدخلن نانسي قنقر 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 يا رب يا حبوسك يا من هو بالاخضية رب رحمه يا من هو بالاخضية رب عنا وقلت البطن إليه لأننا كالمجد العز وتقديس المسلس يا رب رحم يا رب رحم يا رب بارك أمين قعلنا مستحقين نقول بشكر يا أباني الذي في السماوات يتقدس اسمك يا اتمنى قعلنا مستحقين نقول بشكر يا أباني ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر ايها المخلص لما أتيت لفعين العالم يا رب المجز لك امواتا كنا فضهضنا واستحققنا الحياة الابدية ونلنا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا نمجز بشكر المسيح إلهينا لأنه قوي نعظمك يا من نور الحقيقي ونملكت العزراء الكديسة وليتك لها لأنك وليتك لنا من خلص العالم أتى وقلص نفوسنا المجز لك يا سيدنا ملكنا المسيح بقر الرسل الكليش تهليل الصدقين سباتك أنا زبرانا خطايا نشر بسلوس القدوس لأود واحد ناس بيضانا جدو يا رب ورحم يا رب ورحم يا رب ورحم يا رب بارك بالحقيقة نوم بيلاي واحد الله الآية ضابة الكل خالف السماو والله ما يرى ما لا يرى نهم رب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الهب قبل كل أطور نور من نور إله حق من الله حق مولود غير مخلوق مساء الله في جوار الذي بيه كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماوات والتقصد من الروح القدس من مريم العزراء والتالي الناس وصلوا بها عادم ناص القنطي تهلموا كبراء قاموا من بينا قاد في الأوم السهلت كمان من خذب وصعد إلى السماوات وقال سعني أمين بيه وأيضا أن يأتي في ميديه لأيضين الأحياة والأموات الذي لسهل فيه انقضاء نعم نوم من الروح القدس عراب المحن بصق من الهب نهجي الله المجد ومعلم والإبنات في الأنبياء وكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسول نعترف معمولية واحدة مقبرة الخطأ ننتظر قيامة الأموات وحياة الضار الآتي أمين يا حمد الله يا حمد خطية العالم اسمعنا وارحمنا واخفر لنا خطيانا أمين كريا ليسون كريا ليسون يا رب ورحم كريا ليسون كريا ليسون رحمنا يا الله كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا ورحمنا كريا ليسون يا رب ورحمنا كريا ليسون رحمنا يا الله كريا ليسون اسمعنا ورحمنا كريا ليسون يا رب ورحمنا كريا ليسون رحمنا يا الله كريا ليسون اسمعنا ورحمنا كريا ليسون يا رب ورحمنا كريا ليسون رحمنا يا الله كريا ليسون اسمعنا ورحمنا كريا ليسون ترجمة نانسي قنقر 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 The Father of our Lord God and Savior Jesus Christ For he has covered us, helped us Guarded us, accepted us unto yourself Spared us, supported us and brought us To this hour Let us also ask him, the Lord our God The Pantocrator To guard us in all peace this holy day And all the days of our life Rose of Exhaust Lord have mercy O Master, Lord God, the Pantocrator The Father of our Lord God and Savior Jesus Christ We are thankful for all times and from all things and from all times and from all times For you had been rest in your life and in all times You had been rest in your life and you held on us and put us into this hour سبولك يا رحم الله أطراف علينا وأسمعنا ويعيننا وأقبل سؤالات وطلبات قدسي منهم بالصلاح عنا في كل حين واجعلنا مستحقين أننا لمن شركة أسرار المقدسة المباركة لمغفرة خطيانا يا ربو رحم من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب الباشر امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع مخاوفك كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرات الناس الأشرار وقيام العداء الخفية والظاهرة انزعها عنا وعن سئر شعبك وعن هذا المئدة وعن موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنفعات فارزقنا إياها لك أنت الذي عطتنا السلطان أن ندوس الحات والعقارب وعلى كل قوات العدود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر المترجم للقناة 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 المترجم لك المترجم للقناة 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 مسمعون أن تفعلوا بهم لأنه قبل هذه الأيام قام تودوس قائلا عن نفسه إنه شيء الذي أتبعه عددا من الرجال نحو أربعة مئة الذي قتل وجميع الذين إنقاذوا له تبددوا وصاروا لا شيء بعد هذا أقام يهوز الجليلي في أيام الاكتتاب واجتزب وراءه شعبا كثيرا فهذا الآخر هلك أيضا وجميع الذين كانت قلوبهم مائلة له تبددوا والآن أقول لكم ابتعدوا عن هؤلاء الرجال واتركوهم لأنه إذا كان هذا الرأي أو هذا العمل من الناس فسوف ينتقد وإن كان من الله فلا يمنكم أن تنقضوه لألا توجدوا مقاومين لله فأطاعوه ودعوا الرسل وجلدوهم وأوصوهم أن لا يتكلموا بإسم يسوع ثم أطلقوهم أما هم فذهبوا فارحين من أمام وجه المجمع لأنهم حسبوا حسبوا مستهلين أن يهانوا من أجل إسمه وكانوا لا يزالون في كل يوم في الهيكل وفي البيوت معلمين وموشيرين بيسوع المسيح لم تزل كلمة رب ترمو وتقصر في هذه الباعة وكل باعة المقدسة In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, one God, Amen Today is the 21st day of the blessed month of Hathur May God end it in goodness and renew it for us in peace and tranquility while our sins and our iniquities are forgiven through the tender mercies of our Lord O my fathers and my brethren, Amen تعيد الكنيسة في هذا اليوم بتذكار العزراء الطهيرة الزكية القديسة مريم والدة الإله الكلمة التي تجسد منها لخلاص آدم وزريته شفاعتها تكون معنا أمين وفي هذا اليوم من سنة 270 ملدية تنيح القديس غير أوريوس العجيبي أسقف قيصرية الجديدة ببلاد الروم وهي المدينة التي ولد بها من أبوين غنيين وثنيين وقد تعلم منذ صغره الحكمة والفلسفة حتى فاقى كثيرين من أترابه ثم شخص إلى بيروت فدرس العلوم اليونانية واللاتينية ومن هناك مضى إلى قيصرية فلسطين حيث كان العلامة أوري جانس فدرس عليه الفلسفة المسيحية ثم تعلم اللهوت وتفسير الكتب المقدسة وقصد مدينة الإسكندرية سنة 235 ملدية حيث أكمل دراسة ما كان ينقصها من العلوم وأدى إلى بلدته سنة 237 ملدية وفي سنة 239 استبغى بالمعمودية المقدسة وأصبح مسيحيا واستيقن من زوال هذا العالم ودوام مملكة السماء وجه كل اهتمامه إلى العمل على خلاص نفسه ولما علم أن أسقب بلدته يجد في طلبه لمساعدته في أعمال الأسقفية هرب إلى البرية وتفرغ للصلوات والأبدات الكثيرة لإنصرافه عن العالم وأمجاده البطلة ولما تنايح هذا الأسقف طلبوه لتعيينه خلفا له فلم يعرفوا له مكانا وحدث بينما كان الشعب مجتمعا مع القديس غيرغوريوس الثيئولوغوس السمع صوتا يقول اطلبوا غيرغوريوس السائح وأقيموه عليكم أسقفا فأرسلوا من يبحث عنه في البريري وجبال وإذ لم يعثروا عليه قرر رأيهم أن يأخذوا إنجيلا ويصلوا عليه صلاة التكريس كأنه حاضر ويدعونه غيرغوريوس لأن اسمه السابق كان ثوء دورس ففعلوا هكذا وقام بهذه الصلاة القديس غيرغوريوس الثيئولوغوس فظهر ملك الرب لهذا القديس في القفار قائلا له قم اذهب إلى بلدك فقد كرسوك أسقفا عليها ولا تسعف من ذلك لأنه من الله فلم يتردد في الأمر وقام لوقته ونزل من الجبل وآتى إلى بلدته فخرج الشعب للقائه بكرامة عظيمة وكملوا تكريسه سنة 244 ملدية وقد أظهر الله على يده آياته عجيب كثيرة حتى سمي بالعجيب فمن ذلك أنه كان لأخوين بحيرة يحصلون منها على مقدار كبير من السمك وقد وقع بينهما خلاف إذ كان كل منهما يدعي ملكياتها له ولما لم يتفق ذهب إلى هذا الأب ليفصل لهما في الأمر فحكم أن يقسم محصولها مناصفة بينهما وإذنما يقبل حكمه طلب من الله فجف ماء البحيرة وصارت أرضا صالحة للزراعة وزع سيد الآيات والعجيب التي كانت أصنعها إلى جميع أقطار الأرض ولأما أكمل سعى تنايح بسلام صلاة تكون معنا أمينه في هذا اليوم أيضا من سنة 859 لدى تنايح القديس قسم الثاني الرابع والخمسون من بابوات الإسكندرية وقد ولد بسمنود وطراب بدير القديس مقريوس ولما خل كرسي الباترياركية أجمع رأي الأصغف والأرخن على اختيار أهز الأب فرسم الباترياركا وقد لحقت به أحزان كثيرة كما جرت على المؤمنين في زمانه بلاية وتجار وعديدة وظهرت في أيامه بعض العجائب منها أن دمان خرج من آيقونة سيدة العزراء التي كانت في كنيسة القديس سويرز بالبرية المقدسة كما أن أكثر الأيقونات التي بالديارة المصرية كانت أيضا مبللة بالدموع وقد فعللوا هذه الظاهرة العجيبة أنها بسبب منال الأب الباترياركا المؤمنين من البلاية والأحزان وكان رغم كل ما أصابه مداوما على تعليم المؤمنين وتثبيتهم بغيرة ونشاط وقام على الكرسي سبع سنين وستة أشهر ثم تنايح بسلام صلاة تكون من أمين وفيها أيضا تذكار القدسين حلفة وزكة ورومانوس ويوحنى الشهداء وتذكار القدسين تومة وبغتر وأصحاق من الأشمنين صلاة تكون معنا ولربنا المجدد دائمنا بدائنا أمين ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنع 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 مبارك نانسي قنع ترجمة نانسي قنع ترجمة نانسي قنع ترجمة نانسي قنع ترجمة نانسي قنع ولم يقدر أن يكمل أو أي ملك يمضي لمحاربة ملك آخر أفلا يجلس أولا ويتشاور هل يقدر أن يلاقي بعشرة ألاف الذي ياتي عليه بعشرين ألفان وإلا فما دام بعيدا منه يرسل شفاعة طالبا سلمان فهكذا كل واحد منكم إن لم يترك جميع أمواله لا يقدر أن يصير لي تلميزان الملح جيد ولكن إذا فسد الملح فبماذا يملح فلا يصلح لأرض ولا لمزبلة بل يلقى خارجان من له أذنان للسمعي فليسمعه والميدل الله ده آمان 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 بلو المنح جسر بلو المنح فقط سوف ترجمة نهاية الدكتور على سبيل المنزل ستكون لدينا المساعدة في المنطقة المساعدة في سيب أفنو لكن أول ما يبفيد تفاصيل هنا على انهل لكن ساعة تنين يوم ديسمبر 14 إن شاء الله فيعني mark your calendars Today is the third Sunday of the month of Hatur As you know, this is the third Coptic month And the last two weeks or the first two weeks of the month of Hatur We had the same gospel Do you remember the gospel? فَكْرِينَ الْإِنْجِلْكَنْ عَلَيْهِ أَوَ الْإِزْبَعِينَ الزَّارَ Very good We have the church this month is trying to teach Before we get into Kiyahk And before we begin to focus on the coming down And the story of salvation and the coming down of our Lord Jesus Christ The church is beginning It wants us to focus on Are we prepared for this journey or not? The first two weeks it talks about the same parable The church is saying to us Your heart is where I work And my words are where I throw But how come every year Every year I give you my words I give you my gifts And every year I come looking for fruit And there is no fruit So in the third week Today's gospel The focus is on What does it take To go on this journey And to bear fruit What is required of me? So you see at the beginning of the gospel The first two I mean at the beginning of the month The church is reminding us That we are to bear fruit That our Lord Jesus Christ is planting his words in us And he wants a change We start the year off one way We finish the year off different And if we're not being transformed Where is our fruit? Today the church in her readings Is teaching us what we need to do To begin to receive the words And to bear fruit The gospel begins from the gospel of Luke Now a great multitude went with him And he turned and said to them If anyone comes to me And does not hate his father and mother Wife and children Brother and sister Yes his own life He cannot be my disciple These are very 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 strong words Our Lord Jesus Christ used the word hate Obviously we know that our Lord Jesus Christ Taught about love He taught about loving your enemy To do good to those who hate you and persecute you So how come here he's saying Hate your family Hate your wife Hate your kids It's more clear In the gospel of Matthew The same area he says You shall love your neighbor And hate your But he says to them He who loves father and mother More than me Is not worthy of me He who loves son or daughter More than me Is not worthy of me Our Lord Jesus Christ Is not telling us to hate our family Our Lord Jesus Christ is saying Love me first I am first And do you know why He told this parable Or this story Right before this gospel In the gospel of Luke Our Lord Jesus Christ Gave them the parable Of the The man who held the feast And invited everybody to come And little by little People said Oh I'm busy I bought a piece of land I have a wife I just married I can't come I can't come I can't come So our Lord Jesus Christ Said these words And he wanted to get Everybody's attention He said listen My gift is not cheap My feast is very special If you want to come And take care of Eat with me on my table You need to come with all your heart You need to come for me And not for other reasons You can't come here And be focused on something else I am the master of the feast So the first thing Our Lord Jesus Christ And the church is trying to tell us today Is if you want the seeds To work in your heart He needs to be number one He We need to love Our Lord Jesus Christ More than anything else How How do we love Our Lord Jesus Christ How do we love Our Lord Jesus Christ We say of course I love God Of course I love God More than anything But unfortunately I remember Pope Shenouda In his book When he was talking About the fear of God And the love of God He said please people Don't tell me you love God Because if you love God You would not hurt Him So As long as we continue to sin We haven't reached the state Of perfect love So until we reach perfect love Let us respect And fear Him Until we love Him The Bible tells us Many ways to love Him I will focus on two things The first way I can love God With all my heart We read in the gospel Of John chapter 14 If you love me Keep my commandments Again in chapter John 14 21 He who has my commandments And keeps them Is he who loves me Very simple All of If you are a parent If you are a parent If you are a grandparent If you have family One of the ways That we feel That our children Love us back Is when they obey Yes or no So how Can I tell my father In heaven I love you But I don't want To listen to you Not today I love you But I'm not interested I love you I don't want to Spend time with you I love you I don't care About what you want For me Or where you want me To go with my life I will manage my life Let's keep our distance So the first thing If you want Our If you want to love God And if you want his words To work in you We have to love him By obeying his commandments The second way That we show love to him Is by loving our neighbors We see In The gospel of Matthew Teacher Which is the greatest commandment In the law Jesus said to him Love the Lord your God With all your heart With all your soul With all your mind This is the first The second is just like it Love your neighbor As yourself On these two commandments Hang the law And the prophets There can't be Love of God If I don't love my neighbor It's not possible He who does not love Does not know God Because God is love That's from the first epistle Of John chapter 1 If we don't love Our neighbor We do not love God So The first thing Jesus is telling us And the church Is telling us today If you want to follow me If you want to bear fruit Love me Love me by obeying me Love me By loving All the children That I have given you Around you Your neighbors Your friends The people that you work with These are my children Love them If you love them You love me Also any of you Who are parents Knows How painful it is When you're sibling When you have children That fight with each other Nothing makes a parent More upset Than when his children Or their children Are fighting with each other Imagine What our father feels When we treat each other Inappropriately When we don't love each other When we don't care about each other Imagine how he feels So Jesus said to us today Love me More than anything else By obeying me Love me By loving each other The second thing That the gospel Brings to our attention He gives them an example He says Which of you Intending to build a tower Does not sit down first And count the cost Whether he has enough to finish Lest after he has laid the foundation He is not able to finish And all who see it Begin to mock him Saying This man began to build And was not able to finish The first example he gave us Was building If I want to bear fruit From the words that I hear After I love God I need To Plan I need to plan To build I need to prepare To build When we come to build A house Or when we come to build The church God willing God who is building The church We need to sit down And calculate What is required What is it going to take For me To bear fruit What is What is required of me A life of forgiveness A life of giving A life of sacrifice A life of long suffering A life of spiritual fruit Those are what is required So if I need to get to this point I need to begin to plan I can't say Yes I love God Yes I'm on my way to heaven But I have no plan All of us If we want a degree I go to this school I study this material I take this test I get this degree If we have a business We plan I will buy this I will sell this I will fix this I will make this much money You have a plan If we don't have a plan Where are we going? If we don't have a plan We will never bear fruit It will be a dead It will be ground That never bears fruit We have to calculate the cost I want you to think with me What the church looked like In the first 300 years Can you imagine? We have 12 apostles Traveling from city to city We have pagan gods The god of the sun The god of the moon The goddess Diana We have all kinds of lifestyles All kinds of languages And the cost of becoming Christian Was very expensive You had to leave your job You had to leave the people That you lived with And you joined a group of people Who dedicated their life to Christ Imagine with me right now Modern day If we lived in a country Like Saudi Arabia And we want to become Christian What's the cost? Think about it for a second There are people Who are willing And who did All the people we read In this in Iqsad All those who came before us All who lived in Egypt Our ancestors In the 6th and 7th century When the Arab conquest came There's a lot of people Who paid a very, very, very heavy price To follow Christ I wonder What we are paying And what we are not willing to pay We look at it They want us to fast Every Wednesday and Friday They want us to pray for two hours And we sit there And we make these ridiculous calculations Very silly Think about it Think about the cost of heaven Think about the cost We can never earn heaven There's nothing I can do To say now I deserve heaven Sorry Heaven is a gift from God But There's a lot I can do To follow Christ And be his disciple And we complain About the smallest things We complain about And our fathers Our grandfathers Paid a very heavy price And to this day All over the world People are paying A heavy price To follow Christ And to gain heaven And we here Have heaven And we don't want to work It's too much And we get lazy What is the cost? What am I willing to do To change So that I can begin To bear fruit So that this year Is different than any other year And God willing Next year I will continue to change Also besides counting the cost When you come to build You have to have a vision Of what's waiting for you At the end We have to have a plan At the end My tower is going to be Ten stories It's going to have This many windows It's going to look this way The Bible is filled The liturgy is filled Reminding us Of what the reward is My friends If you find yourself Not willing to pay Ask yourself What will I get in return? What will I get in return For my struggle? What will I get For trying to bear fruit? Heaven waits A life with our Lord Jesus Christ No death Joy The place where there is no suffering This is what waits for me If I plan And if I journey and follow And pay the cost that is required The first thing the gospel said today The church is reminding us about love The second it says Plan to build The third Plan for war When I enter When I enter And I try To begin to bear fruit The enemy Goes about like a roaring lion He does not want me To have victory He wants to keep his kingdom And when he has a kingdom And he wants to keep it For us to turn away from him Requires war So the Bible is saying If you want to bear Fruit this year Then you need To prepare for war You need this year To resist All the temptations You need to resist All the troubles That begin to come And then you say You know what It's not worth it anymore I'm not going to It's not worth the fight When I wasn't praying I didn't have these many problems I didn't have this So I stop In the Acts The book of Acts today Was the story about Gamal Ayil And when they took the apostles To put them on trial They wanted to kill them So Gamal Ayil said No, do you remember back There was two people And he gave them their names Let me get you the story here From the book of Acts He says Men of Israel Take heed to yourself That you What you do Intend to do Regarding these men For some time ago Thaddeus rose up Claiming to be somebody A number of men About 400 joined him He was slain And all who obeyed him Were scattered And came to nothing So there was a man Named Thaddeus And 400 people Followed him And the minute Thaddeus died The 400 people Left And nobody followed him And then he gave them Another example He said After this came And the church got stronger And bigger And grew If we want to follow Christ Be careful We're not repeating These Like the followers of Judas And the followers of Thaddeus What did they do? It was a fake religion They followed for a little bit When things got tough Everybody went back to their home When things get tough for us What happens? Do we say Christianity is too difficult? Or do we continue On our journey? So my friends If I can summarize for you If I want this year To be different If I want to produce fruit God gave me all the tools He gave me his words As the seed As we heard for the last two weeks He has watered my heart With the Holy Spirit So I have a good soil He has given Nourished it Fertilized it With And giving it food With the body and blood The Eucharist So we have everything We need To bear fruit But we need to go in With love We need to go in With a plan We need to go in Prepared for battle And God will give us victory If you read the Psalms today From all the Gospels The Psalms are full of hope Oh God my Savior Oh God my help Oh God who helps me Throughout the Psalms From Vespers and Matins And during the liturgy All the Psalms Are filled with hope Because we have victory There is no reason Why we don't bear fruit We will pray today And for the rest of this month That God gives us Love And a plan And the ability to fight That we may bear fruit And glory be to God Forever Amen Amen موسيقى 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 يا رب العالم بمسارتك يا الله املى قلوبنا من سلامتك وطهرنا من كل دانس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تسكار الشر الملبس الموت واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بكبلة مكدسة لكي ننالب غير كوع في دينونة من موهبة غير المائة السامية بالمسيح يا سورة بنا يا رب العالم 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 ها روبي إم يسجدون لهم ها روبي إستحقا ها روبي إستحقا ها روبي إستحقا ها هي فطور ليس لنا دلع عند ربنا ها هي صعى المسيح احسي وطلبتك وشفاعتك يا سيدة تانا كلنا السيدة والدة قل إلى نسالك يا ابن الله أنت حفاظ حياة بطرية أركنا البابا أنبطة ودروس رئيس الأحبار سبته على كرسي لكي نسالك أنبطة ودروس 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 أيها الراب اشتركوا في القناة اخلوا بعضكم بعضا بقبلة المقدسة يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا تقدموا على الرسم يقفوا برعدتين وإلى الشرق انظروا وننسد في شفعات والدة الإله القديسة ماريا يا رب نعم لنا بمغفرة وطيانا نزدد لك أيها المسيح مع ابك الصالح والروح القدر لأنك كنت وخلصتنا رحمة والسلام سبيحة والداح حسبي عربوا معكم ومع روحكم أيضا الآخر قلوبة وصف أفضل بغفرة بغفرة مستحق وعادل لأنه حقا بالحقيقات مستحق وعادل أيها السيد الرب إله الحق الكان قبل الدهور والمالك إلى الأبد الساكن في الأعالي والنظر المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع الماسع هذا الذي خلقت كل به ما يرى وما لا يرى الجالس على كرسي مجده والمسجود له من جميع الكوات المقدسة الذي يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة ورؤسات والسلطات والكراسي والروبيت والكوات يسوع المسجود له من جميع الكوات المتواضعات يسوع المسجود له من جميع الكوات المتواضعات المسجود له من جميع الكوات المتواضعات من جميع الكوات المتواضعات جميع الكوات المتواضعات موسيقى المترجم للقناة 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 آمين وأعطى أيضاً تلميذ وكديسين ورسل الله تهار كائلاً خذوا اشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يصفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا سنعو لي ذكري هذا هو أيضا للحقيقاتها آمين لأن كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكاس تبشرون بموتي وتعترفون بكيامتي وتذكرونني إلى أن آجي آمين 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 في موتك يا ربي مباشر رواب قيامتك المخدسة وسعودك إلى السموة نعتارف نسبحك نباركك نسهروك يا ربي مباشر وفيما نحن أيضا نصنع ذكر ألامك المقدسة وكيامتي من الأموات وسعودي إلى السموات وجلوسي عن يمينك أيها الأب وزهور الثانية التي من السموات المخوف المملوء مقدسك نقرب لك كربينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال نسكد لله بخوف ورعدات نسبحك نباركك نخدمك يا رب ونسكد لك ننست آمين وهذا الخبز يجعله جسدا مقدسا له آمين وهذا الكاس أيضا دم كريم من العهد الجديد الذي له وأيضا أمين ربنا وإلهنا مخلصنا السوع المسيح يعطى لمغفرة الخطايا حياء بدل كل من يتناول منه آمين يجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا ننتناول من كدساتك طهارة لنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا ومراسا مع كفة كدسيك الذي نردوك منذ البد أذكر يا رب سلام كنستك الواحد الوحيد المقدسة الجامعة الرسولية سلام كنستك الواحد الوحيد المقدسة الجامعة الرسولية سلام كنستك الواحد الوحيد المقدسة الجامعة الرسولية يا رب يا رب يا رحم هذا which you have acquired to yourself with the precious blood of your Christ keep her in peace with all the orthodox bishops who are in her and foremost remember oh Lord our blessed and honored Father the Archbishop our Patriarch Pope Abba Tuadrus II and his spiritual brethren the Patriarch of Antioch Margnatio Sifrom II and the Patriarch of Eritrea Abun Antonio صلى الله أنا جدنا موسيقى والذين يفصلوا معهم كلمة الحق باستقامة إنعم بهم على كنيستك المكدسة يرعوك تيعك بسلام أسخر يا رب القمامس والقصوص والأرتوزوكسيين والشمامسة وسبع طامات كنيسته يا رب القمامس والقصوص والشمامس والبودية كنين وسبع طامات كنيسته يا رب حقا يا كل الخدام وكل الذين في البتولية وتهارد كل شعبك المؤمن أذكر يا رب أن ترحمنا كلنا معا رحمنا يا الله لها طبيطة الكرب أذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل الموادع وكل ديورة أبائنا الأرسو زوكسين صلى الله من أجل خلاص العالم ومدينة نادي وسائر المدر والأقليم والجذائر والأديورة يا رب خير رحم والساكنين فيها بإيمان الله تفضل يا رب أهوية السماة وثمارات الأرض ومياة الأنهار والأمتار وزعور والعشب وزروع والعشب ونبات الحق في هذه السنة باركها تفضل يا رب خير رحم 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 تفضل يا ربي تفضل يا رب خير رحم تفضل يا رب خير رحم تفضل أي غير بارك تفضل يا رب الهوية تفضل أحيد المترجم للقناة 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 إليس إشاك فيكتوريا بخوم جورجة تعطية بهية شحات فوزية بخيت منير ثابت حكمت إسكندر فوزية سيحا graciously, O Lord, repose all their souls in the bosom of our holy fathers Abraham, Isaac, and Jacob sustain them in a green pasture beside still waters in the paradise of joy the place out of which grief, sorrow, and groaning have fled away in the light of your saints Lord, have mercy كريا ليسون أولئك يا رب الذين أخست نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كرة الأحياء إلى الأبد في أوروشاليم السمائية في ذلك المودع ونحن أيضا الغرباء فهذا المكان احفظنا في إيمانك وانعم لنا بسلام إلى التمام إلى التمام كما كان هكذا يكون أحفظنا في إيمانك وانعم لنا بسلام وانعم لنا بسلام وانعم لنا بسلام وانعم لنا بسلام لك لكي وبهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد وتبارك ويرتفع اسمك العظيم الكدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح الكدوس السلام السلام لجميعكم ولروحك أيضا أيضا فنشكر الله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح يعني جعلنا أهل الان أن نقف في هذا المودع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمك العظيم الكدوس هو أيضا فنسأله هني جعلنا مستحقين لشركة وصعود أسراري الإلهية الغير المائتة آمين الغسد المقدس نسجل لكسدك المقدس ودم الكريم والدامك الكريم الزاني لمسيحي ضابط الكل أربو إلهنا آمين آمين صلى الله آمين يا ربو يا ربو يا رحم السلام آمين 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 شكرا للمشاهدة 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 In Christ Jesus our Lord, to Thine the King and the Power of Glory forever, Amen. In Christ Jesus our Lord, to Thine the King and the Power of Glory forever, Amen. Amen. Resolve all your people from every sin, from every curse, from every denial, from every false oath, from every encounter with heretics and the heathen. O our Master, grant us a reason and a power of understanding to flee unto the end from any evil deed and from the adversary. And grant us to do what is pleasing to you at all times. Inscribe our names with all the choir of the saints in the kingdom of heaven. In Christ Jesus our Lord, through whom the glory, the honor, the name, the worship of the Holy Spirit, let us with you. Amen. 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 شكرا للمشاهدة 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 اشتركوا في القناة موسيقى 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 حب الزنجي حسنا تشوف تبح حب الزنجي تالي 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 شكرا للمشاهدة موسيقى 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 السلام لك يا بدأ السرور يا من اجتملت بباه النور وحملت الحي الغير منظور شفاعي فينا يا ماريا باتوا الناقية شريفة الناس من سبتنا قطاهر منتخب شفاتك قوية تزيل الغضاب شفاعي فينا يا ماريا تهللت بفرح جزيل وحملت في أحشاكي سر جليل يا ماريا شف لكل عليل شفاعي فينا يا ماريا جميع الألسون بالتفريح يطوبناك يا أم المسيح وأنا الخاطئ أصرخ وأصيح شفاعي فينا يا ماريا باتوا الناسون بالتفريح وانت تعلمي بي أكثر من ناس وأهل وأحبابي وان ضرب القرعة أنت منابي اسفاعي فينا يا ماريا خطريت العمري وحياتي أكون متحك لأفقاتي لتكون عاوني عندما ماتي اسفاعي فينا يا ماريا در سمينة وإسمك غالي يا خضرة طهرة يا تلالة انت ربحي ورأسي مالي اشفاعي فينا يا ماريا روايحي زكية فوق الأطياب وصيرك من كل شراب يروي ويزيل جميع إلى تعاب الشفاعي فينا يا ماريا زدتي وصفا وشرف جالين عن كل نساء آل إسرائيل يا ويه من جاحدك يا سير زالي ليش فاعي فينا يا ماريا سماثني يا جزداني يا سميتي يا بكر ناقية لأنك حملت راب البرية اشفاعي فينا يا ماريا شرح فيك داود البار ومدح فيك بصوت المزمى الرب اشتهى حسنك واختار الشفاعي فينا يا ماريا سببان صرتي لخلاص آداء بعدان كان مصور نادئ صراء ورثا ملكه دايم اشفاعي فينا يا ماريا ضافك إلى عظيم معبود له التمجيد مع سجود ووفنا الوعد ما وعودش فاعي فينا يا ماريا تباكي في كل الأجيال يا والد الملك المتعل قد تشرف قدرك بلكمال شفاعي فينا يا ماريا زفارتي بنا من عند الله كقول غبريال في بشرة وعودش فاعي فينا يا ماريا عاليك شهدات جمع يا ماريا ترجمة نانسي قنقر 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 بشكر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر